اشتركوا في القناة محادثاته نظرا لحساسية علاقة السعودية بالطيارات الشيعية وتحولها الاخير نحو التهدئة وتطبيع العلاقات مع شيعة العراق لو سمحتم بصوت اعلى اسمعوهم فكفانا خضوعا وخنوعا مقتدى الصدر هو ثاني شخصية شيعية تستقبلها الرياض بعد وزير الداخلية العراقي قاسم محمد العارجي الذي عثرت زيارته جدلا كبيرا في السعودية على ضوء ماضيه السياسي وما يثار حول دوره في ميليشيات مسلحة ايرانية واتهامه بارتكاب جرائم فضيعة في حق السنة وتصريحاته النارية ضد سعودية ولعل اخترها اتهامه للمملكة بارتكاب جرائم تاريخية قديما وحديثا كما قال واعاب الكثير من الملاحظين على السعودية استقبال من اعتبروه التلميذ قاسم سليماني قائد فيلق القدس الايراني والقياد في الحجد الشعب العراقي وتسأل كثير من الناشطين السعوديين باستغراب كبير كيف للسعودية التي تدعي محاربة ايران ومشروعها الصفوي التوسعي وتحاصر دولة قطر بحجة تقارب مع ايران ان توجه دعوة رسمية لوزير الداخلية قاسم الاعراجي لزيارة السعودية وتستقبله استقبال الابطال لبحث الملفات الامنية المشتركة وما كادت حملة الغضب والاستغراب تضع اوزارها حتى حل بجد ضيف اخر يثير الاستغراب نفسه والتساؤلات نفسها لانه متهم هو الاخر باقتراف جرائم في حق السن بالعراق بل وتصنفه بعض الجهات الدولية وعلى رأسها امريكا شخصية ارهابية حسب تقرير للبنتاجون صدر عام 2006 وهذا ما طرح علامات استفهام كبيرة ذلك لان الرياضة تحاصر قطر حصارا مطبقا وتتهمها زورا وبهتانا بدعم ما تسميه الارهاب نحن نأمل ان نستطيع نهدل هذه الازمة عن طريق داخل البيت الخليجي ونأمل ان تسود الحكمة الاشقة في قطر وهي تفرش السجادة الاحمر لاستقبال شخصية شيعية متهمة بالارهاب وتتزعم احد فصائل الحجد الشعبي المتهم والاخر بارتكاب جرائم حرب ضد السنة اخرها مقترف في الموصل من جرائم في حق المدنيين يندلها الجبين وتخصه باستقبال الزعماء الفاتحين فمن الذي يدعم هذا الارهاب ويمجده رسميا وعلنا يذهب العديد من المحللين الى التأكيد ان ولي الاهد محمد بن سلمان نائب العاهل السعود الذي يتولى ادارة سؤون المملكة اثناء عطلة ابيه الملك سلمان يسعى لاستقطاب العراق الى ما يسمونه المعسكر العربي وابعاده قدر الامكان عن النفوذ الايراني وهذا ما جعله يستثمن في الطيارات المعارضة لايران او الساعية الى الاستقلال عنها مثل زعيم الطيار الصدري الذي يقدم على انه الفاصيل الشيعي الاكثر معارضة لايران وهيمنتها على العراق وان كان ذلك مناقضا لبعض الشعارات التي ترفعها السعودية على اعتبار ان العبرة بالنتائج والمكتسبات المصلحية بن سلمان شرع في ممارسة الحكم بفلسفة جديدة غريبة عن المؤسسات القوية في السعودية على رأسها المؤسسة الدينية التي يتزعمها ال الشيخ من ورثة محمد بن عبد الوهاب وفق عهد تاريخي مع ال سعود الهائلة المالكة التي لا يبدو انها مرتاحة لتعيين بن سلمان وليا للعهد فالمؤسسة الدينية معروفة بمبادئها المتطرفة وغلوها في الدين حتى ان معظم الطيارات المتطرفة او المتهمة بالارهاب تتابن فتاوى وتفسيرات الطيار الوهاب واجتهاداته ولا يبدو انها سائدة بالتقارب مع الطيار الشيعي ولو من باب المصلحة وهذا سيوسع دائرة الرافذين لمحمد بن سلمان ويقوض فرص مبايعته ملكا للبلاد خلفا لأبيه والعائلة المالكة تبدو منقسمة اكثر من اي وقت مضى ومختلفة حول مستقبل الحكم في البلاد فتنحية محمد بن نايف بطريقة مهينة واتهامه بالادمان وما يشع عن فرض الاقامة الجبرية عليه تثير حافظة العديد من اهل الحل والعقد في المملكة وكثير ما هم الذين لا يحبذون ترشيح محمد بن سلمان لخلافة ابيه كما يشع لانه لا يحظى بالاجماع بل ان بعض الاخبار المسربة من السرايا تؤكد ان الخلافة ما يزال قائما حول تعيينه وان بايعه البعض مكرهين خوفا او عن مضض توجه السعودية نحو العراق وانفتاحه على الشيعة قد يعظم المخاوف الخارجية ايضا وخاصة الامريكية التي ترى في ولي الاهد الجديد شابا مغامرا وسياسيا لا يملك من التجربة ما يجعله في مستوى تطلعات البيت الابيض الحاريس على تماسك الحكم في الرياض واستقراره على اعتبار ان السعودية كنز لا يمكن التفرط فيه ولا يبدو ان واشنطن ستقبل بان يشوش عليها الصدر والاعرجي وغيرهما في السعودية كما نازعوها في العراق ايام بريمر وما تبعها من ترتبات اشتركوا في القناة